تظاهر عشرات الألاف من الإسرائيليين المطالبة بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة نظب المتظاهرون الاحتجاج الرئيسي أمام منزل نتنياهو بمشاركة عائلات المحتجزين مؤكدين أنهم لن يرحلوا من أمام منزل نتنياهو قبل عودة ذويهم المحتجزين من قطاع غزة كما اتهم المحتجون نتنياهو بتدمير إسرائيل والتخلي عن شعب بأكمله ليبقى في منصبه كرئيس للوزراء